هذا ويأتي تنظيم سباق الفورمولا 1 خلال الظروف الاستثنائية عبر سلسلة من الجهود المتوالية التي تؤكد قدرة وزارة الداخلية وريادتها في تأمين وتنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية عملت وزارة الداخلية من خلال مختلف إداراتها على تسخير كافة الإمكانيات وتذليل الصعوبات للقيام بالترتيبات الأمنية اللازمة من خلال رفع الجاهزية في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 تحت الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة خلال جائحة كورونا وذلك باتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي يوصي بها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا للحفاظ على سلامة الجميع اليوم شهدنا نجاح لتنظيم سباق الفورمولا 1 وهي طبعا لا يخفى عليكم دور وزارة الداخلية وتعاون كافة الأجهزة والأفراد في وزارة الداخلية واللي يعني مثل ما نقول أحد أبرز النجاحات في السباق وشفنا تكاتف الأجهزة وعملهم كفريق واحد منها مثلا سياب الحركة المرورية تواجد أفراد الآمن وهي يعني يعطي الصورة الحضارية لمملكة البحرين وليضعها في الخرطة العالمية طبعا وجود الرجال الآمن وجود شرطة المجتمع من أول ما دخلنا إحنا الفورمولا وجودهم يعني كان أما يكون في المداخل على المدرجات أو على القاعات وجودهم وسط الناس خلانا نحس أكثر أن الإجراءات الاحترازية بتطبق كل الأمور بتتمشي بسلاسة فنحتاج أن نشوفهم متواجدين علشان إحنا نحس أنه أغان أكثر لما ندخل أو نروح الفورمولا وطبعا يعني يعطيهم العافية على تواجدهم رغم الأوضاع ما حسنا بأي نقص أنه في جهة هم غير متواجدين فيها بالعكس كان تواجدهم هو اللي يشجع أنه إحنا نقدر أنه إحنا نروح ونحس أنه آمنين لما نروح أنا حقا أشعر بسعادة كبيرة بطريقة التي جئنا بها للاستمتاع بالفورمولا ون والتنظيم أود حقا أن أشكر مملكة البحرين والحكومة ووزارة الداخلية من وصولنا حتى دخولنا لم نواجه أي متاعب كان كل شيء منظما بشكل جيد وتم التأكد من سلامة الجميع قد قام الأشخاص من حولنا بجميع الإجراءات بدون أي متاعب أنا سعيدة جدا لوجود في البحرين وزارة الداخلية قامت بعمل رائع فالفعالية كانت أمينة ومنظمة بشكل جيد وتم اتباع قواعد التباعد الاجتماعي كان كل شيء مثاليا ويسعدني أن أكون هنا في البحرين وأأمل أن أعود مرة أخرى العام المقبل أتمنى أن تبقوا جميعا أمينين وبصحة جيدة يأتي تطبيق الإجراءات الاحترازية وتأمين سباق الفورميلة 1 وفق الخطط والبرامج التي تنفذها الإدارات الأمنية المشاركة بعد دراستها والتدريب عليها بشكل دقيق سواء بداخل الحلبة أو خارجها لإنجاح هذا الحدث العالمي وإظهاره بالمستوى اللائق والمشرف لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر